بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدرس الواحد والستون من سيرته صلى الله عليه وسلم قال زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ندخل إلى هؤلاء بعدما رجعوا من الطائف يقصد أهل مكة فإنهم قد أخرجوه صلى الله عليه وسلم فأرسل رجلا من خزاعة اسمه أريكت وقال ذهب إلى الأخنس بن شريق رجل من سادات مكة وهم حلفاء قريش فذهب إليه هذا الرجل إلى الأخنس ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يقول إن الحليفة لا يجير على الأصيل أنا حليف لقريش وأنا لا أستطيع أن أجيرك من كل قريش ثم أرسله أريكتا إلى سهيل بن عمر وسهيل بن عمر تعرفون أنه الذي تولى صلح الحديبية من جهة قريش لما أتم معه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم أسلم فيما بعد وحسن إسلامه فقال سهيل هذا للرسول لأريقط إن عمر بن لؤي لا تجير على كعب بن لؤي وفي الثالثة بعثه إلى المطعم ابن عدي ليجيره فقال نعم قل له فليأتي وكان المطعم من سادات قريش ولكنه لم يكن من المجاهدين بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق معنا أنه كان ممن أعان على نقضي الصحيفة التي كتبتها قريش واتفقوا على منابذة بني هاشم وبني عبد المطلب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم ابن عدي فبات عنده تلك الليلة ثم لما أصبح خرج يا أيها الأخ الكريم المسلم خرج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير عباد الله خرج مع المطعم ابن عدي المشرك ومع أبنائه الستة ليجيره المطعم أين في بلده مكة لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة في جوار مشرك ولا يستطيع دخولها قبل ذلك فيخرج إليه هذا المشرك فيستغبله ثم يخرج به إلى مكة متقلدا سيفه ومعه أبنائه الستة أو السبعة كلهم متقلدون السيوف دخلوا إلى المسجد الحرام فقال المطعم للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد طف واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف فأقبل أبو سفيانة إلى المطعم قال أمجير أم متابع قال بل مجير قال إذن لا تخفر فلا إله إلا الله أي دنيا هذه يركن إليها العبد ولا إله إلا الله ما كان أشد بلاء نبينا صلى الله عليه وسلم لأجل الله ولأجل الإسلام ابتلي بكل هذا يا أخي فأي يمرئ يبتلى فلا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الله وأي رجل أو مسلم يرى هذه الدنيا تستحق أن يشغل بها عمره وحياته وكان صلى الله عليه وسلم قد دخل في إلى مكة دار إداره ودار أهله في جوار رشد المشرك أقف على هذا صلى الله عليه وسلم عبد المحمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة